مشاهدين على سيجممت جديد بينظم لبرنامج بتحل الحياة وهو لكل محبية السينما وبما أنه اليوم هو الفالنتينز دي اليوم بدأ نحكي عن خمس أفلام رومانسية يعتبرون هن رمز للرومانسية والحب والغرام وبيستدنى نستقبل لبيير حرب أهلا وسهلا فيك بيير أهلا وسهلا فيك بيير أهلا وسهلا وحبا في فالنتينز دي أهلا وسهلا فيك بيير اليوم مثل ما ذكرت عفاف رح نحكي عن خمس أفلام رومانسيين بشو بدنا نبلش أول شي بقية فين؟ رح نبلش أول شي بموفي اسمه وين هاري ماتسالي 1989 من بطولة بيلي كريستل وماك رايان يلي هنا من أهم المثلين أكيد الموفي بيحكي عن كيف تطور العلاقة بين اثنان رفقة بيكونوا هنه باسيكلي فرند من أجمال الأحلام في السن مكداين ولا أهدم من هيك فبيكونوا هنه انه هاري ما بيقامن فيه انه رفقة بين المرأة والرجل بينما سالي بتقول انه مبالا فيهم يكونوا رفقة هنه فخلال السنين اللي هنه فيها مع بعض بصيروا يلاحظوا انه كلهم عم بيتعرفوا على متان بنات شعب بيجعوا يتركوا هنه كل الوقت اخر شي بيلاقوا انه عم بينغرموا ببعض هنه شوى وشوى وبالاخير دي فاين بلاش تتطور لالي عم بينغرموا ببعض هاي دي متع عبارة عن الرومانسية البيرفكت عن كالعلمات طول اساسها الرفقة يعني التروي فرندشب اوكي تاني موفي اللي بديه على الصداء اللي الحقيقية صح تاني موفي بريتي وومن ريتشارد جير جولا روبرتس مين منهم انغرم فيهم تانيتهم مية بالمية عارف العالم على جولا روبرتس وريتشارد جير ياللي هنه كانوا يعني متل احسن كابل العالم شفتها على السكرين السينما يعني ريتشارد جير بيزنسمان جولا روبرتس وتكون بروستيوت وهو بيجيب معه على ايفانتس از هي انه هي رفيقته صديقته يعني بيظهر معه هو كمان بصير هو يغير لحياته شوية شوية بصير عم تتعرف على اشيات تانية نحية تانية من الحيات هي مانا شايفتها صح بصير تتغرم فيه شوية 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 لو لقيت الشخص ياللي حيشيله من ستير الحياة اللي كانت عيشته ولقيت الغرام والحب فيه وهو كسر كل الحواجز وهو كسر كل شي كرميلا صحيح تتجوزوا بتترك خديبة ترجع تروح تعيش معه لانه هو عمر لالبيت اللي هي حكي فيه من قبل انه هيدا البيت اللي هي بده تعيش فيه هو عمر البيت كرميلا لانه هي بده تعيش هون بهذا وهذا البيت فهو عمر البيت اللي هي ترجع له وبترجع له بالاخر واكيد فيه اهم مشهد اللي هو تحت الشبتين لما يكونوا سوا وانه رومانتك يعني الفيلم كمان يعني هالأفليم اللي هي صلى فترة شفنها على شاشة السينما بتضلي هي رملة بتضلي كلاسيك بتضلي كلاسيك بتضلي هي رامس ووش ممكن ننسيه اكيد فيه ما شهد تعلق براسه للشخص صوعا بيحضر الفيلم والرومانتك موفيز بمثله يعني شي كتير مهم بالنسبة للشخص يعني عم تمثل الحب اللي كلنا منفتش عليه صحيح وخصوصا انه بمناسبة بالانتاين سليم فيه بعد هوترو زقائي في 10 دايز هوترو زقائي في 10 دايز كايت هوتسون وماتيو ميكونهي هي هي ريبورتر صحفية تكتب مثل ارتيك المجال اللي هي تشتغل فيها كل شي ممكن تعمل البنت غلط كتير تخسر الرجل بعد 10 ايام بينما هو عامل شارط مع رفقاته بالشركة انه خلي حيالة بنت تنغرم فيه كرميل هو ياخد دعاية لأنه بشغل بشركة دعاية فشارط هو رفقاته هو بشارط عليها وهي بتشارط عليها كمان تكنيكلي هي بدأتتخلص منه 10 ايام هو بده يخلص منه تشرب من ميلتان هنو عم بيسكلي عم بيغشوا بعض هنه كل الوقت بس بهالوقت هنه عم بيغرموا بعض بس من انو عارفين بتتعرف على أهلو بتتعرف على عائلتو كل شي وبصيروا انو شوى وشوى عم بيتعلقوا بعض وهم يجبون أحب بالآخر يعني الأرتيكل طبعه بيروح والشرط طبعه بيروح وبصيرو هنه سوا لأن الحب هو اللي بيربح بالنهي 100% بدنا ننتقل لنوع ثاني أو آخر من الحب اللي هو 50 شايتس أوف غري نتابعنا الجزء الأول وهلأ عم نشوف الجزء الثاني منه وهو عدتاً ديماً يطلق بالصلاة بأجواء بالنتاين بنشوف تريلر الجزء الثاني أو هو منتابع يلا نشوف قبل ما نتابع قبل ما نشوف تريد سيئا 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 لذي؟ كذلك؟ مهي جيد مهي جدا مهي جدا مهي جدا مهي جدا أستيسيا؟ مهي جدا أسيسا أنا لا تعمل منتقل ومع أحيانات بلتصرف أعلم أنني أقوم بسيطة لك يجب أن تكون لديك هل تحبني؟ نرى المشاهد من الجزء الأول ما تريد أن تقول عنه؟ حسناً، أريد أن أقول شيء عام شكل عامي سأعلم عن أثنين شكل عام عن فلمين أو عن 50 Shades of Grey في عام سريك القصة بحد ذاتها القصة هي أنهم يجربوا يستغلوا العالم على فالنتان وخصوصاً أن الجمهور الذي يحضر في Shades of Grey هو جزء أكبر منه النساء هنفكرون أنه هذا موفي رومانتك هو ليس موفي رومانتك إنه ليس موفي رومانتك إذا نرى الموفي ذات التي أسميتهم أول شيء هادي رومانس هذا الموفي لا لأنه هذا الموفي يوطي من قيمة المرأة مقارنة بالرجل يعني بالفيلم هو مسيطر عليها من جميع النواحي بحياته ونرىها بالفيلم يعني ممنوع تعمل هيك ممنوع تعمل هيك بيمضوا على كونتراها سوري بيمضوا على كونتراها يعني كأنهم بوصلوا لها مساج للبنت أنه ما علي إذا تحكم فيك وسيطر على حياتي كلها بس أنه إذا معه ون مليون دولرز لا لا يعني هذا المساج اللي بدي وصله وما في تمثيل مظبوط ما في إخراج مظبوط يعني الساونتر يكون شيء الوحيد الحلو أنا بدم صوتي رأى صوتك أنا بوافقك بهذا الرأي مرسي وبعطي قد القصة أو الكتاب أحلى بكتير من الفيلم يقرأ القصة بلاق الفرق كتير كبير هيدا الكاو عطول بصير لأنه عطول الكتاب أحسن من الفيلم مظبوط عليك كتير لأيطلع أنه الفيلم مظبوط مثل الكتاب بيار حرب شكرا لألك أنت رح تكون موجود معنا كل ثلاثة لحتى تعطينا مظبوط أو ناخد فكرة عند كل الأفلام بالصلاة السلمائية أنا بشكرا استضافت شكرا لألك مش فرق كده الأسبوع الجاي ترجمة نانسي قنقر